هذا ما تقوله تام لأنها تشاهد على الانترنت إنها تذهب إلى يوسيا فإنها كلية رائعة أو نعم بالفعل لذا سنرى ما سيحدث حسنا قد يكون من الصعب جدا على الوالدين إقناع الأطفال بأداء واجباتهم المدرسية لكن فتى شابا فعل أكثر من ذلك تولى إدارة الشؤون المالية للأسرة في سن الثالثة عشر وقد أحدث فرقا كبيرا في السنوات الخمس الماضية Make a difference برعاية تشيك فل اي حسنا يخشى معظمنا دفع الفواتير والضرائب يمكن أن يكون الأمر مزعجا في بعض الأحيان لكن شابا أحدث فرقا حيث يضمن لوالدته درجة ائتمانية مثالية داني سينغ مهتم جدا بالمالية قبل سبع سنوات في سن الحادية عشر تولى مسؤولية فواتير والدته اليومية وأقصد تولى الأمر حرفيا أنا أدير جميع بطاقتها الائتمانية أتأكد من أنها دائما تدفع مبكرا ولا تتأخر أبدا أتأكد من دفع تأمين المنزل دفع قرض السيارة أتأكد من دفع ضرائبها بشكل صحيح الضمان مع الرهن العقاري أتأكد من الدفوعات كل يوم للحفاظ على استخدام أقل من 30% حسنا لقد فهمت أنت أذكى مني وتتقدم على معظم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما لكن الأمر يتطلب عملا شاقا لهذا الطفل المتميز للتعلم واستخدام الإنترنت والتحدث إلى مراكز خدمة العملاء كان الأمر صعبا ومزعجا لكن بعد ذلك تدريجيا بدأت في الإعجاب به ثم أصبح شغفا والآن أحب الشؤون المالية حقا وأريد أن أدرس ذلك في الكلية دخل داني في التعامل مع الأرقام عندما كانت والدته تعمل لساعات طويلة ولم يكن لديها الوقت للاهتمام بفواتير الأسرة أنا قادر على قضاء اليوم معها وقد أحبت حقا قضاء الوقت معي وعدم الاترار إلى التعامل مع التوتر وهي سعيدة حقا منذ وفاة والدي أن لديها شخصا يمكنها الوثوق به وهذا جعلنا أقرب حسنا هذا فتى ذكي حقا يقول داني أنه سيبقى بالقرب من المنزل عندما يذهب إلى الكلية نصيحته لا تتأخر في دفع فواتير الخدمات إنها تماما مثل نقاط بطاقة الاعتمان ويقول إنه يمكنك فقط أن تتأخر في درجات بطاقة الاعتمان وهذا ليس شيئا جيدا ادفع كل شيء في الوقت المحدد هذا مهم بالمناسبة والدته لديها درجة اعتمانية تزيد عن 800 هذا الفتى رائع صحيح نلتقي في الساعة الحديعة عشر يتجه مراهق من شمال تكساس إلى فلوريدا للدراسة في الكلية أراد أن يصبح طبيبا لكن كل هذا تغير في اللحظة التي أعطته فيها والدته فكرة ما صارا جديد اعتدنا خفض النسبة لتكون 17.99 متغيرة والآن أصبحت 11.99 فقط هذا فرق كبير يبدو كأنه مخطط مالي كان معدل الفائدة على هذا هو 13.24 لكنها الآن 10.24 فقط بدون رسوم سنوية هذه أم وابنها يراجعان الأرقام منذ أن كان داني يبلغ من العمر 11 عاما لقد لاحظت أنه عندما كان في العشرة من عمره كان شديد الانتباه وفي كل مرة أدفع فيها الفواتير كان يأتي ويرقبني عندما بدأت ريتا في التخلف عن الدفع لاحظ ابنها الصغير ذلك وقال داني أمي لماذا لا تدعيني أهتم بهذا؟ هذا مستحيل لكنها فعلت ذلك وبدأت تعطيه بعض المهام وتحت إشراف دقيق عندما بدأت بالعمل لساعات أطول في وظائفها طلبت مني فقط فتح البريد ودفع الفواتير وتسجيل الدخول والتأكد من عدم وجود أي تأخير في السداد حقيقة أنا متفاجئة فتن في الحادية عشر مسؤول عن المالية؟ هل لم أسمع عن هذا من قبل؟ فعل داني أكثر من دفع الفواتير وإزالة الرسوم السنوية من بطاقات الاعتمان أعاد تمويل المنزل في سن الرابعة عشر هدفي هو مساعدتها على سداد الرهن العقاري أنا شخصيا أحب دفع الحد الأدنى جذبت إنجازات داني انتباه الحاكم ريك بيري الذي كرمه بهذا الإعلان هذا ستة تسعة وتسعون مدى الحياة بينما يقول داني أن الرياضيات مهمة للتمويل هناك جزئين أساسيين لهذه المعادلة إنها تتطلب فقط الاهتمام والكثير من المسؤولية أعطيته فرصة لقد قام بعمل رائع والآن ذهب إلى الكلية ليأخذ دوره إلى المستوى المهني داني يدرس في جامعة سنترال ولا يزال يخطط لإدارة حساب والدته من هناك ملايين الأشخاص في ولاية فلوريدا يواجهون حالات حبس الرهن أو البيع على المكشوف أو مشكلات مالية أخرى ولكن هناك مساعدة إذا كنت تعرف أين تبحث لكن هل ستلجأ إلى رجل يبلغ من العمر عشرين عاما فقط وكان يقدم الاستشارات المالية منذ أن كان مراهقا؟ داني سينغ هو رجل تولى الشؤون المالية لعائلته وهو الآن لديه كتابان متاحان أيضا ويمكنك اللجوء إليه للحصول على المساعدة Finance 101 ودليل ائتمان ويسكيد وينضم إلينا داني مرة أخرى في جود داي للحديث عن مشروعه الأخير داني من الجيد رؤيتك يا رجل شكرا أعني أنك تحصل على الكثير من الاهتمام حتى من بعض السياسيين الكبار كتب الحاكم ريك باري شيئا في كتابك حول هذا الموضوع كيف كنت في سن الحادية عشر تتولى شؤون الأسرة؟ لقد وثقت بأمي ببطاقات الائتمان الخاصة بها ومن هناك أعلمت نفسي كل شيء من خلال قراءة الأشياء على الإنترنت والتحدث إلى وكلاء خدمة العملاء عبر الهاتف وتعلنت مفاهيم الائتمان وبدون قرد لا يمكنك الحصول على أي شيء والآن أفهم سبب كونها آدات تجارية مهمة جدا لكن معظم الناس في سن الحادية عشر الصف الخامس والسادس في تلك المرحلة أو ربما السابع لا يهتمون بهذا النوع من الأشياء كيف كنت تهتم بهذا الأمر لاتخاذه كمسار وظيفي؟ عندما كنت في الحادية عشر من عمري لم أكن متأكدا في البداية من أنني سأتبع هذا كمسار وظيفي قررت هذا خلال سنواتي في الكلية لأنني أحببت العمل حقا عندما كان عمري إحدى عشر عاما كنت أستخدم بطاقة الائتمان لشراء سلوربيز من محطة الوقود والوجبات السريعة لكن فيما بعد بدأت أفهم حقا إنه إذا لم تدفع فسيبدو الأمر سيئا حقا 60% من أرباب العمل يقومون الآن بفحص الائتمان لقد ساعدني ذلك في فهم سبب وجودنا في مثل هذا الوضع الاقتصادي السيء وأريد حقا مساعدة الناس على تحقيق أحلامهم في تحقيق التوازن المالي مثل ما سعدت أمي أنت في يوسياف في هذه المرحلة أنت خبير مالي بعض الشيء وفقا لبعض الناس هل من الصعب على الناس الاستماع إليك لأنك كنت مراهقا؟ وكان لديك أشخاص يأتون إليك في سن المراهقة ويقولون ساعدني في إنقاذ منزلي وضع بعض الأشخاص أنفسهم في مثل هذا الموقف السيء بسبب عمليات الاحتيال لم أستطع حتى مساعدتهم لكن كانت هناك بعض المواقف التي نجحت فيها في مساعدتهم إذا كنت في وضع لا يمكنك فيه دفع تكاليف منزلك فاذهب إلى makemyhomeaffordable.gov هذا الموقع تديره إدارة أوباما لديهم برامج يمكن أن تساعدك على خفض مدفوعاتك الشهرية كثير من الأشخاص الذين جاءوا إلي طلبا للمساعدة فعلوا ما يسمى بتعديل القرط وهو أمر خطير للغاية تعديل القرط هو توفير دفعة الرهن العقاري الخاصة بيك 500 دولار شهريا وتخفيدها بمقدار 300 دولار والآن أصبحت 200 دولار الثلاثمائة دولار لا تمحى إنها تتراكم أكثر مع الفائدة كما أنها تراكم الفائدة من الفوائد وفي وقت ما سيطلب البنك منك مبلغا هائلا من المال وإذا لم تدفع فسوف يستعيدون منزلك أكبر خطأ رجل يبلغ من العمر 20 عاما يتحدث مثل الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاما ما هو أكبر خطأ يرتكبه البالغون الآن عندما يتعلق الأمر بالشؤون المالية؟ أكبر خطأ أراه هو أنني أعتقد أنهم يأخذون الكثير من القرود وأريد حقا أن تفعل الحكومة شيئا حيال ذلك هناك قرود تسمى قرود يوم الدفع تتراوح من 36% وصولا إلى 800% لا يوجد حد أقصى لسعر الفائدة ويلجأ الكثير إلى تلك القرود لأن لديهم ائتمانات سيئة لأنهم أساء استخدام بطاقات الائتمان أريد أن أشجع الجميع على تجنب قرود يوم الدفع هذه خاصة على الإنترنت لا يمكنك خصم أي من الفوائد من الضرائب الخاصة بك قرود يوم الدفع إذا كان لديك فاتورة مستحقة يوم الجمعة ولكن ليس لديك أموال في حسابك المصرفي يوم الخميس إلى موفر قرد يوم الدفع وفي يوم الجمعة سيحاولون صرف الشيك بكل الفوائل تمام الكتب هناك بالمناسبة هناك كتابان حصلت على اثنين منهم Finance 101 ودليل الائتمان المثالي لويس كيدز على أمازون وروايات بارنز حسنا نقدر ذلك داني الكثير من الأشياء الجيدة هنا أنت تساعد الكثير من الناس ويقدرون ذلك حفظا سعيدا شكرا جزيلا لك أنتم تشاهدون أخبار الوحيدة مساء مع إيباث بروزوال وعالم الأرصاد الجوية ديف كانتاريلا نيوز 13 مساء الخير جميعا شكرا لانضمامكم إلينا ليلة الجمعة الساعة العاشرة أنا إيباث بروزوال تقديم الضرائب لتحديد درجات الائتماني سيقدم لك الرجل الذي كان يعتني بالشؤون المالية لعائلته منذ أن كان عمره 11 عاما فقط دفع الفواتير وموازنة دفتر الشكات وجميع المسؤوليات لكن إحدى الأمهات سلمت كل شيء إلى ابنها الصغير تنضم إلينا أماندا إيفانس من نيوز 13 إذن أماندا مصرفي يبلغ من العمر 11 عاما نعم عندما بدأ داني سينك في تولي جميع الشؤون المالية لعائلته كتبت لنا والدته هذا البريد الإلكتروني قائلة أنه لم يتم رفض فتورة له مطلقا منذ 7 سنوات وأنه أصلح مشاكلها الائتمانية يبدو داني مثل أي مستشار مالي مع 7 سنوات من الخبرة الفرق الوحيد يبلغ من العمر 18 عام فقط هذه مسألة مسؤولية طالما أنك تدفع فواتيرك في الوقت المحدد فسيعمل البنك معك إنها المسؤولية التي تحملها في سن الحادية عشر بدأت العمل لساعات أطول ولذلك طلب مني فتح البريد والتأكد من عدم التأخر في دفع الفواتير لكنه فعل أكثر من ذلك بكثير تولى إدارة الشؤون المالية للأسرة أفعل ذلك بشكل مختلف عن معظم البالغين أنا في الواقع أدفع كل يوم للحفاظ على مستوى استخدامها على بطاقات الائتمان أقل من 30% لقد ساعد في الحصول على درجة ائتمان مثالية لأمه واتصل بشركات بطاقات الائتمان مرة في الأسبوع لمحاولة خفض الأسعار الفائدة دين بطاقة ائتمانية بمعدل 18% بشخصيته القوية وسلوكه هذا هو الشاب الذي نجح في القيام بذلك عليك أن تعرف حدود إنفاقك لا تنفق أكثر مما لا يمكنك تحمله نصيحة حكيمة من هذا الطفل المتميز الذي يأخذ شغفه بالمال إلى البنك لقد كان مشغولا بكتابة مقالات لمنحة جميعية بهدف واحد في الاعتبار ليست مفاجأة كبيرة يريد أن يدرس المالية لكن من المؤكد أن والدته فخورة جدا أماندا إيفانس من نيوز 14 إنها الثامنة صباحا من فوكس 35 هل أنت قلق بشأن أموالك؟ ماذا لو حصل طالب جامعي على الإجابات التي تحتاجها؟ سنقدم لكم الشاب داني سينغ الطفل الناجح في المجال المالي كيف ساعد عائلته؟ وكيف يمكنه مساعدتك أيضا؟ كيف حالك هذا الصباح؟ طلاب الجامعات الجيدون الذين ينهون المدرسة بمبلغ قياسي من الديون لكن الأمر ليس فقط الطلاب آباؤهم يصبحون أيضا في الديون هذه الأيام لذلك قد يحتاج الآباء أيضا إلى الاستماع إلى أطفالهم للتوصل إلى المسار المالي الصحيح داني سينغ هو المراهق المعروف باسم الطفل المتميز المالي لذلك في سن الحادية عشر تولى السيطرة على مالية الأسرة بدأ الشؤون المالية للأسرة في سن الرابعة عشر بالتفاوض مع شركات الرهن العقاري واليوم يتحدث في كلية سيمينال ستايت لكن أولا يتحدث في جود داي ينضم إلي هنا للحديث عن الأمر داني شكرا لك على الحضور كم عمرك الآن بالمناسبة؟ تسعة عشر تبلغ من العمر تسعة عشر وأنت بالفعل خبير مالي لنعود إلى المربع الأول لماذا قررت الانخراط في شؤون المالية للأسرة في سن الحادية عشر؟ كان الأمر غير متوقع حقا لقد أعطتني بطاقة الاعتمال الخاصة بها وكانت تعمل لساعات أطول في العمل ولذا كانت تطلب مني فقط التأكد من عدم تأخر الفواتير أمي مهوسة بهذا الأمر وهكذا بدأت في فتح البريد وبدأت في إضافة إلى جميع حساباتنا ومنحتني السلطة الكاملة وهكذا بدأت أصبح مهتما جدا في الأصل اعتقدت أني سأصبح طبيبا لكن ذلك تغير وبعد ذلك كان من المثير جدا بالنسبة لي خبض أسعار الفائدة واستداد الرسوم إذن كيف؟ تتصل بالشركات وتقول مهلا أعتقد أن هذا المعدل قد يكون مرتفع بعض الشيء؟ وبالمناسبة أعطني المال لأنك حصلت على 1300 دولار من المبالغ المستردة لعائلتك أليس كذلك؟ أخبرتني أمي أنه إذا واجهت مشكلة في أي وقت فاتصل بمركز خدمة العملاء كما ينبغي أن يفعل الجميع لا منكن أعتقد أنه يمكنني فعل ذلك في البداية لكنني قلت مهلا يجب أن أجرب لذلك كلما كانت هناك مشكلة أتصل بهم دائما أو أرسل لهم خطابا لحل المشكلة من أجلها أنا مندهش مما فعلت والآن بالطبع أنت في الكلية بماذا تنصح طلاب الجامعات فيما يخص ديون قروذ الطلاب الجامعيين إذا كان لديك دين قرض طالب فلا تنظر إليه بخوف انظر إليه بشرف لأنه لا يمكن للجميع الحصول على قرض إذا تعاملت مع قرض طالب الخاص بك بشكل صحيح فيمكن أن يصبح أفضل صديق لك فلن تواجه أي مشكلة في الحصول على منزل أو الحصول على بطاقة ائتمان أو الحصول على أي شيء لأنك بحاجة إلى الحصول على قرض للحصول على أي شيء في هذا العالم إذا كانت أفضل طريقة للتعامل مع قرد الطالب الخاص بك ما لن تكون هناك رسوم او رسوم اضافية يتم تحصيلها ادفع قرد الطالب الخاص بك بالحد الادنى للدفع ببطاقة الاعتمام ولكن اذا كانت هناك رسوم مقابل القيام بذلك فلا تفعل ذلك كن حذرا ايضا في عدد المرات التي تؤجل فيها السداد لانه عندما تؤجل السداد عدة مرات تبدأ الفائدة في التراكم ويمكن ان يتضاعف مبلغ القرد في النهاية كنت اتمنى ان التقي بهذا الرجل منذ عشرين عاما حسنا شكرا لذلك سوف تتحدث الى طلاب الجامعات ما هي القضايا المالية الاخرى التي يتحدث عنها طلاب الجامعات هذه الايام حسنا يسألني العديد من الطلاب لماذا يحتاجون الى بطاقة ائتمان لماذا لا نستثمر الامول فقط والاجابة هي انك تحتاج الى بطاقة ائتمانية لان الشركات لن تقدم لك خدماتها مثل المنزل او السيارة والكهرباء او اي شيء دون ان تعلم انك لن تغيش لا تجد طريقة لتخبرنا انك لن تستخدم الماء لمدة شهر واحد ولن تدفع الفاتورة عندما تحصل عليها وهم يحاولون تجنب ذلك لذلك اؤكد ايضا على ضرورة تجنب الافلاس وتسوية الديون هذا ما يدمر الاقتصاد اذا كانت لديك الكثير من الديون مرة اخرى لا تنظر اليها بخوف انظر اليها بشرف تحتاج الى سدادها كما لو ان استاذك يعطيك الكثير من الواجبات المنزلية انت فقط لن تفعل ذلك ستفعل ذلك بافضل ما لديك من قدرات ولازلت في التاسعة عشر يا الهي لقد ادركت الكثير من الحكمة في وقت مبكر لذا افترض انك ستنتقل الان الى المجال المالي اليس كذلك لذا ستبقى في سامنة كما اتخيل نعم شكرا جزيلا لك بالمناسبة الحديث اليوم هل هذا مفتوح للجمهور الساعة الثانية عشر ونصف اليوم في حرم اوفيدو اتابع لكلية سامنال ستايت ولدي ايضا موقع على شبكة الانترنت facebook.com لذا يرجى زيارته سأضع المزيد من النصائح هناك اسبوعيا داني ستكون بداية رائعة في القيام ببعض الاشياء الجيدة شكرا يا رجل نقدر وقتك حسنا امي اعود اليكم غدا في جود داي اورلاندو طفل يبلغ من العمر اربعة عشر عاما ينقف والدته من الافليس المالي طوال الصباح لقد كان على رأس الموارد المالية منذ سن الحادئة عشر وهو متحمس لها انا من اشد المؤمنين بدفع فواتيرك في موعدها انا من اشد المؤمنين بدفع فواتيرك في موعدها اعاد تمويل الرهن العقاري لوالدته في سن الرابعة عشر لا يمكن تجاهل قروض الطلاب يجب التعامل معها بشرف لا يمكن للجميع الحصول على الاتمان لذا كن فخورا بحصولك على قرد طالب باسمك هذا لانه قد يؤدي الى قروض اخرى ستحتاج اليها بعد الكلية اذا كنت ترغب في شراء منزل او سيارة جديدة ندواته في الساعة الثانية عشر والنصف من حرم جامعة سامينال ستايت اريد ان اشجع الجميع على دفع فواتيرهم وتجنب الافلاس لان الافلاس يبدو انه اصبح شعبية متزايدة في الواقع اخبرني ان سداد قروض الكلية هو افضل شيء لانه يثير اعجاب الدائنين عندما تتقدم بطلب الحصول على قرد عقاري او قرد سيارة جديد لا تريد ان تعطيهم انطباعا بانك خطر كبير سيشارك الطفل المتميز في الشؤون المالية بعضا من معرفته مع زملائه الطلاب اليوم في حرم اوفيدو في سامينال ستايت اشتركوا في القناة